وحنشوف كمان رأي الناس في الرحلة المدرسية زمان ودلوقتي ونلتقي بعدها مع ضفتنا نفتح هذا الملف الهم هاي تحرطينا هيكون في طبور منتظم انا في رأس الطبور في المقدمة وانت في المؤخرة معاكم مستعد يعني اربع عيون مش عايزهم نشوفوا اي حاجة غير الاولاد والبناء ها؟ ودلوقتي جي للمحط معتدال ماش بعدين يا جماعة ما تسمعوني حاجة من جاور رحلات ده ولا احنا في الصامت ولا ايه احنا طالعين رحلة ولا ايه؟ احنا طالعين ناس تجرب ايه اللي تغير في رحلات المدرسية زمان عند الوقت؟ ببساطة احنا عندنا مجتمع تغير تغيير كامل مش بسبب فرق الرحلات من زمان لدلوقتي فرق دخول النت فرق التطور الغير طبيعي اللي في عقول الاطفال لا هي الرحلات زي ما هي بتعمل توعية للاولاد وبتفرجوا على الحاجات الأسار اللي في بلدنا القلعة بيشوفوا ايه من جوه الهرم ودي النطرون في الفيوم حاجات جميلة جدا كنا بروح سيوة بالصمرار روح المتحف الحربي في العالمين كان لازم ضروري يكون موجود فيه ده توعية لولادنا الصغيرين انا شايفة من وجهة نظري ان الرحلات المدرسية زمان هي كانت تكلفتها بسيطة ولكن ما كنش بنروح اماكن بشكل كبير زي دلوقتي هو بس موضوع الرحلات المدرسية او موضوع ايام الطفولة بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للجيل بتاع دلوقتي مهما حاولت تعمل مقارنة هيبقى كل جيل ليه وقته ولستن تاعه عقلية التفل زمان كان نوع الرحلة اللي بيطلعها دي كان بتبقى نوع من انواع المكافأة اللي هو انا هزاكر طول السنة عشان بابي يطلعني رحلة في اخر سنة او اطلع رحلة السنة اللي جاي او الترمي اللي جاي النهاردة يعني الطالب ممكن يخلص الدرس ويروح يطلع رحلة او اصحابه يروح اي مكان هو عايز او اصحابه زمان كنا نطلع رحلة حاجة مكان قريب متحف من المتاحف انما دلوقتي مع التكنولوجي بقى اللي شغالة بقى فيه تطور فيه رحلات لكل الاماكن اشتركوا في القناة